الحكومة تلجأ إلى مخترع مؤشر مدركات الفساد لتحسين صورتها عنوان اللقاء الخاص المنشور على جريدة الراي مع الخبير الألماني العالمي ومخترع مؤشر مدركات الفساد جون كراف لامستروف وأشار الخبير الذي سيترأس فريقا يضم متخصصين من ألمانيا والكويت إلى احتمال وجود دليل على أن الكويت تستحق ترتيبا أفضل مؤكدا البحث في مصداقية البيانات المتعلقة بهذا التقييم وأكد الخبير أن الكويت ليست راسبة في اختبار مكافحة الفساد رغم حصولها على تسعة وثلاثين نقطة من أصل مئة في مؤشر مدركات الفساد لعام الفين وثمانية عشر لافتا إلى أن الحكومة الكويتية جادة في مكافحة الفساد وأنه سيقوم بزيارة متعددة لتقديم الدعم في هذا الصدد اشتركوا في القناة